بعيدا عن السياسة دع الرئيس قيسي سعيد اللجنة العلمية لمجابهة وباء كورونا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ البلاد وتوفير اللقاح في أقرب وقت ممكن المسؤولية سياسية ولكن القرار يجب أن يكون قرارا علميا خالصا لمصلحة التونسين بالنسبة إلى توريد اللقاحات هناك جملة من اللقاحات لابد من الاختيار بعد التروي ولكن بسرعة إجراءات قد تصل وثقا للجنة الصحة في البرلمان إلى إعادة فرض الحجر الصحي الشامل في البلاد أو في بعض المناطق الموبوءة أما عن توريد اللقاح فلا يبدو بأنها عملية سهلة أمام التعقيدات الإدارية في تونس نحن نرى اليوم في عشر سنوات لدينا أكثر من 15 وزير صحة كيفية المنظومة لا تكون فاعلة يعني الفاعلية طبعا مش تتقلص واليوم فما خيارات سياسية طبعا اللي تجيب بعد توصيات من اللجنة العلمية اليوم أثبتت الحقيقة اللي ما كانش الأفضل وزارة الصحة التونسية حظرت من تفاقم الجائحة بشكل يتجاوز إمكاناتها اللوجستية والمالية فيما تعتبر غالبية التونسيين أن إعادة فرض الحجر الصحي الشامل في البلاد لن يخفف عنهم وطأة تدعيات الأزمة في بليل السبيترات ما عادش فيها الجملة معناها ما عادش تحتمل التقام تيحها ينجموا شوفوا حال آخر ينجموا تسكير حكا زيدة على الأخر خاصة للعبات كيف نحن عام اليوم دولة هي التوفر للتلقيح كما أي دولة تجري على المواطنين تيحها يخشبين عنا مواطنين تونسيين مواطنين كما العالم رئيس دولة رئيس الحكومة هم المسؤولين علينا وسجلت تونس ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى نحو أكثر من ألفي إصابة جديدة يوميا فيما تجاوز عدد الوفيات خمسة آلاف حالة أرقام تؤشر وفقا لمختصين بدخول البلاد في مرحلة ذروة انتشار الجائحة رغم تفاقم الوضع الوبائي تخشى غالبية التونسيين من إجراءات حكومية جديدة تعمق لأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد دون قرارات سياسية تخفف عنهم تداعيات انتشار الوباء جلال موانع الحرة تونس